مرحبا بحركم مرة تانية وزارة الداخلية نظمت الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة زي مناطق أهلينة والأسمرات في القاهرة وزي مناطق بشائر الخير في الأسكندرية الملتقى ده استمر لمدة ثلاثة أيام بيعدف لإيه بقى هذا المطمر؟ بيعدف لترسيخ قيام الولاء، مفاهيم الامتماء عند الشباب بيأتي في إطار دور إنساني ومجتمعي لوزارة الداخلية بيأتي في دوق مبادرة كلنا واحد اللي بيعقدها والتي بتعقد تحت رعاية سادة الرئيس خلينا نعرف تفاصيل هذا المؤتمر عملنا إيه لهؤلاء الشباب؟ إزاي حطناهم في مكان واحد؟ استفدنا من خبراتهم إزاي؟ هل حنقدر نوظف هذه الخبرات لخدمة مصر؟ صحبتنا الكاتب الصحفي لأستاذ فاتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهرة 24 ومحرر شؤون وزارة الداخلية أهلا بحركة أهلا بك أستاذ مصطفى وأهلا بجمال السلام إحنا استفدنا إيه من تنظيم حاجة زي كده أستاذ فاتحي؟ يعني في الحقيقة في الأول خلينا نبدأ مع حضرتك من الفقرة اللي فاتت مباشرة اللي قابلي وهي في مصطلح كده لفت انتباهي كانت بتقوله الضيفة وهو الدفء الأسري اللي عملته وزارة الداخلية بمثابة دفء اجتماعي تعايش فكري تعايش حالة من الإدماج لناس ونش وأطفال نقلوا من أماكن كانت عشوائية كانت داهمة الخطورة والخطرة كانت بائسة وتعيسة إلى أماكن مديلة حضرية أكثر رقي وأكثر شياكة وأكثر نظافة وأكثر تنظيم الأماكن دي بالتالي يجب أن يصاحبها نش يتمتع بأفكار تلائم وتتصق مع هذه النقلة النوعية في الحجر تحت شعار عريض وهو بناء الإنسان والحجر أو بناء البشر قبل الحجر وده طبعا مسعى تسعى في الدولة بمختلف مؤسساتها وزارة الداخلية في القلب من هذه المؤسسات قامت في الحقيقة قبل الملتقى ده بتنظيم يوم رياضي لأهالي وشباب وأطفال مناطق الأسمرات بعد كده شفنا يوم تاني في الأسكندرية لأطفال بشهر الخير الملتقى لمدة ثلاثة أيام أقامته وزارة الداخلية في أكديم الشرطة الصرح الأمني والعلمي الأكبر في الشرق الأوسط الملتقى ده كان لإدماج هؤلاء الأطفال والنش تطبع عليهم، نصهرهم، تحفزهم، تعزيز قيم الولاء والانتماء عندهم، على مدار التلاثة أيام دول كان فيه معايشة فكرية معايشة تربوية، يصحوا بدري، يتلقوا تدريبات مع طلبة كلية الشرطة يتعايشوا مع رجل الشرطة في المستقبل يشوفوا بيفكر إزاي، يشوفوا أنه شخص عادي، يتعاملوا معه بيطبطب عليهم، بيتكلم معهم، ندوات تسقفية، ندوات رياضية فعاليات مختلفة وفنية ورموز وما إلى ذلك كل ده طبعا في النشق، التعليم في الصغر زي النقش على الحجر فبالتالي تلات أيام هيبقوا راسخين في طفل أو في عقل هذا الطفل على مدار العمر حضرتك تتذكروا أنت طفل أكيد سعالية أو مؤتمر أو ملتقى تعلمت منه بالضبط كل شيء هاي، إزاي بنعمل ده مع الأطفال في أننا نعلمهم الولاء والانتماء يعني إيه الحاجة اللي إحنا بنقدمها لهم في هذه الفعاليات فبالتالي إحنا بنعرف أن هم تقبلوا الفكرة دي طيب، تلات أيام في الحقيقة وأنا أعتقد ومتأكد أن وزارة الداخلية مش هتسيب الحكاية دي غلما تجيب أخرها، زي ما بتعمل كل مرة التلات أيام دول، الطفل بيعيش فيهم حياة كاملة معسكر مغلق داخل أكاديمية الشرطة من صحيان بدري، من مرأبة سلوك، من متابعة أداء، من محاضرات، من مناقشات فكرية من طريقة التعرف على بيفكر إزاي فبالتالي أنا بكون فكرة عن رأي عن هذا الطفل أو عن سلوك هذا النش بعمل إيه في الآخر؟ بعمل مسابقات لاختيار الكويسين وتحفزهم وتكريمهم وده حصل في الملتقى بحضور نخبة من الفنانين ورموز الرياضة ورموز الإعلام والصحاف وما إلى ذلك فبالتالي الطفل اللي بيتم تحفيزه بالتكريم بيتم يتعاش في فكرة في الجو وفي حالة من النظام والانضباط والتوعية والفكر والثقافة والمحاضرات وما إلى ذلك هو بالتالي بيترسخ عنده أن لا فيه أنا الصورة الزهنية خلينا نتكلم برضو بصراحة مطلقة عند معظم أو عند بعض من تم نقلهم من الأماكن داهمة الخطورة إلى الأماكن الحضارية دي الصورة الزهنية هو من قلاله عن رجل الشرطة أنه رجل غلز ناشف عنده غلزة جاف لكن عندما يتعايش معه بطبطة بحالة من يشوف طلب الشرطة يتعلم كيف يشوف الموضوع من جوه من جوه من ضباط تعليم كل شغلنا بتتطلب من اللي بيشتغلها نوع معين من السلوك والانضباط فده مش عيب يعني خالص بالعكس فهو بالتالي بيشوفه فبيبقى بكرة وبعده لما بيكبر وبيبقى شاب بقول آه والله دا أنا شوفت هذا الرجل وبتعلم ازاي بيشوف ازاي عنده بيصحى الساعة خمسة الفجر يوميا بيعمل التبريلات الرياضية بيعمل ايه فهو معسكر مغلق استفاد منه الطلبة أو النش أو الأطفال دول كلهم بالتالي هينقلوا الصورة دول لأقرانهم في المدارس لجرانهم في المناطق البديلة الحضارية دا بيحفز أولاء الأطفال لكن أنا في الحقيقة يعني من خلال هذا البرنامج بدعوا كافة مؤسسات دولة أن تحزوا حزو وزارة الداخلية في استكمال هذا النهج حتى يبقى متكامل فيه بصراحة مؤسسات بتقوم بدور جيد جدا وبدور قوي في هذا الدور تحفيز الإنسان وتحفيز الأطفال وبناء الإنسان في هذه المناطق ولكن الدور يجب أن يتكامل فيه استراتيجية كاملة أنا عايز أسألك في الحتة دي بالضبط أنا أسألك كصحفي وكراجل عايشت أو اتكلمت مع هؤلاء الأطفال وشفتهم يعني تجربة الدولة في القضاء على العشوائيات تجربة عظيمة جدا لكن الأهم منها تجربة بناء الإنسان المصري في العشوائيات دي يعني يجب أن نصلت عليها الضوء جيدا إن إنسان كان قاعد في مكان غير أدامي واتنقل لمكان أدامي بكل هذه التجهزات دي تجربة الأمم المتحدة نفسها أشهدت بيها ومنظمات دولية كثيرة جدا مزبوط 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 اللحظت ده إزاي بقى على الأطفال اللي شفتهم يعني تجربة كيف تغير سلوك الإنسان اللي كان في العشوائيات وأصبح في مكان أفضل بيشوف شمس أفضل بيتنفسها أفضل بيعنده ملاعب بيتعلم أفضل بيتعلم أفضل بيطلع خضرة بيشوف هوا بيشوف ملاعب كل ده وحمامات سباحة جملة قالها أحد الأطفال فضل بتلخص إجابة هذا السؤال العريض فضل إحنا محدش يهتم بينا قبل كده زي كده طفل كان أحد المدعوين لملتقى فبنسأله عادي انطبعك إيه إيه رأيك في النقلة اللي حصلت الأول وإيه رأيك في الملتقى بشكل عام قال لك أنا في حياتي محدش يهتم بيها زي كده فبالتالي هذا الرد اللي يترسخ عند الطفل قناعة قناعة كاملة وتمة ما هو مش هيجمي الكلام الطفل مش هيجمي الكلام الطفل لا يجزب طبعا وخلينا أقول لحضرتك على الحاجة هو الإجابة القائية إجابة من معاشة واقع انتقل من حياة بأسة تعيسة خلينا نقول إن المناطق المعظمها وكانت المسميات صعبة مساكن الزلزال مساكن يعني تحس إن كل من يسكنها بيوصموا بالعشوائية بالضبط وكان دهمت الخطورة بالضبط وكان بيتكسف يكتمها في البطاقة حتى يعني أنا أعرف ناس كتير جدا كنت عايزة تغير عنوانها السابقة علشان السكنة في هذه المناطق طيب إيه هي؟ حابيني تكلم عن حاجة تانية وهي استراتيجية وزارة الداخلية في ملف حول إنسان بالتحديد وتصهيل الخدمات لطبعا المقدمة للمواطنين هذا الملف وهذا الجانب هايل جدا على مدار السنين اللي فاتت دي وزارة الداخلية تبنت استراتيجية كاملة وصلت يعني في مبادرة كلنا واحد وصلت المرحلة 23 النهاردة في كل الفعاليات وفي كل المناسبات رمضان موسم تعليم موسم عيد أضحى أي موسم تلاقي وزارة الداخلية بتنزل بمستلزمات مدارس بأدوات بكل المستلزمات ومتطلبات المواطنين للرفع عن كاهلهم ومساعدتهم والأخوف بجانبهم في هذه الأزمات التي مر بها العالم كل وبالتالي تأثرت بها مصر فوزارة الداخلية في الحقيقة بتقوم بجانب كبير جدا جانب إنساني في المقام الأول واستراتيجية لحقوق الإنسان لو شفنا مثلا تغيير المصطلحات حتى في السجون السجون تغير إلى قطاع الحماية المجتمعية تغير مفهوم السجن إلى نزيل تغير مصطلح السجن إلى مركز إصلاح وتأهيل كل هذه التغييرات والتحويلات التي حصلت في قطاع وزارة الداخلية في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة فضلا عن تقديم الخدمات بسهولة ويسر والتسجيدات التي تحصل على العاملين في الجهاز الأمني بشكل عام كل فترة والدور الإشرافي للقيادات ده كله بينصب ويندرك تحت استراتيجية شاملة وكملة وتمة ومتكملة لأداء وزارة الداخلية ونبي الناس مش عارفة الحتة دي وعايزك تعرف هلأ أكتر الدور الإشرافي التفتيش بيعمل إيه لأن ربما الناس فاكرة أن المواضيع طب أنا أقول حيك على حاجة أنا عايزك توضح دي أرجوك خد بالك بقى وزارة الداخلية أكتر مؤسسة في مصر أو من أكتر المؤسسات في مصر محاسبة ومراقبة لأفرادها عندك وزارة الداخلية أربع أجهزة داخل الوزارة أجهزة رقابية تراقب أداء جميع العاملين في الجهاز الأمني من زباط وأفراد وعملين مدنيين ورجال شرطة وأمناء وغيرهم حلو يعني النهاردة لو في مؤسسة تعليمية هتلاقي الدور الإشرافي واحد بس محقق أو ما إلى ذلك لكن وزارة الداخلية عندها أربع أجهزة رقابية بتراقب أداء وعمل العاملين في الجهاز الأمني هذه الأدوار الإشرافية وهذه الأدوار الرقابية بتخلي دايما الزبط أو الفرد ماشي طوب ستريت ماشي في خط وان وي ما فيش حيد عنه إلا طبعا كلنا طبائع بشرية من يحيد بيجازة أو يعاقب أو يحاسن ده بيحصل في وزارة الداخلية لكن طبعا هو المؤسسة الأكثر انضباطا بطبيعة عمل أمني فيها الأدوار الإشرافية بتراقب تنفيذ الخطط على أرض الواقع وتنفيذ الاستراتيجية المتكملة التي تمشي عليها وتسير عليها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة الحقيقة يعني مجودات كبيرة بتقوم بيها وزارة الداخلية في قطاعات مختلفة ولنا نتكلم على قطاع السجون بالتحديد أنا شخصيا زرت مركز تأهيل وشفت الاختلاف الكبير قوي اللي حصل حتى مع نفسية النازلات والنزلاء اللي كانوا في هذا المركز وقد إيه هما كانوا هناك يعني حاجات كثيرة قوي نشطة مختلفة بيعملوها المستشفى المستشفى اللي هناك قد إيه على أعلى مستوى قطاعات مختلفة أنا مش بس هتكلم أو مش اقتصر دعا قطاع السجون فيه قطاعات مختلفة الفعاليات اللي احنا شفناها والفعالية اللي شغالة بالفعل حاجة ولا أجمل الاهتمام طبعا بالأطفال وغيره وغيره في الحقيقة مجودات بالفعل تستحق منه كل الشكر لوزارة الداخلية وبنشكرك أكيد كل شكر لفتحي سلمان مدير تحرير موقع قاهرة 24 ومحرر شؤون وزارة الداخلية كل شكر لك بساند شكر لك مصطفى وشكر لجمع السلام شكرا لك شكرا لك شكرا لك نورتنا